أنا هروح ليهم ولكن من خلال البيان اللي أصدروه لأنه البيان اللي طلع عن الانتحاد المصر لكرة القدم قبل قليل فيه نقاط كتيرة زي ما قلت لحضراتكو هو أتبعه بجدول مؤجلات بعد كاس الأمم والبيان فيه اعتراف وفيه تأدير وفيه تثمين وفيه وعد وفيه التزام لكن بين السطور فيه كلام كتير جدا يتوجه اللوم ليهم نقف معهم عند اعترافهم بالخطأ نقف معهم عند اعترافهم بالخطأ نقف معهم عند تقديرهم لقيمة النادي الآلي وإدراكهم أن النادي الآلي ما كانش بيدافع عن مصلحة شخصية وما كانش بيثير مشكلة كان بيتكلم باسم المصلحة العامة سيد إبراهيم دي نقطة مهمة جدا لأن هي دي اللي ممكن خلينا نسمع بعض الموضوعية بالضبط هي في الآخر آخر حاجة إحنا عايزينها إن الموضوع ديت شخصا أو يتناقش من منظور إن الله اللي عايز مصلحته إن مين أقوم التاني ومين اللي عايز يفرد كلامه لا إحنا عايزين نصل إلى صيغة فيها مصلحة بلد وفيها مصلحة نظام وفيها سمعتنا لما كون إحنا الدوري الوحيد اللي في العالم اللي بتعمل فيه كده الوحيد الوحيد اللي في العالم ويا رب أطلع غلطان ويطلع حد يقول لي لا ده فيه كذا وكذا وكذا واقل واقل بلاد مش عارف إيه أنا أقول لك تركب الأفيال ياريتنا بنركب الأفيال في الكورة ياريتنا بنركب الأفيال طيب أنا هقول لكم البيان وهقف مع المهندس عدلي مع كل جملة مش علشان حاجة عشان أولا تبيان الحقيقة فين رقم اتنين اللي حصل ده حصل ليه وازاي ما يحصلش تاني وهو ده المفترض اللي استفادة من أي مشكلة أو من أي كلاش يحدث لازم أن نبقى عارفين مين السبب في اللي حصل وازاي نقدر نتفادة تكرار ده ما دمنا بديتكلم على مصلحة عامة الاتحاد بيقول في بيانه الاتحاد المصر لكورة القدم وهو يطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية يؤكد على أنه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود لسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القرى والمتمثل في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 وهو ما زاد من مسؤولياتنا جميعا خاصة وأن قرار سنة تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة فضلا عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات ومع هذا بزل الاتحاد المصري لكرة القدم جاهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم نقف هنا نقف هنا عارف أستاذ أوراهيم تاني لو حد جاوبنا على السؤال ده أنا حقف معهم في نفس الخان ده أكتر من كده حاجة أبدا طيب إحنا قلنا لك ما تأجلش ما تأجلش ما تأجلش جينا عند ماتش الإنتاج الحرب أولا قلت أنت أهلي لان تلعب ماتشاتك بالترتيب قبل ما زمالك وبيرامد يلعبوا ماتشاته وفردت هذا الأمر ماشي فيه منطق خلاص لما جاهز زمالك والإنتاج حذرنا هنا في نفس المكان يا ربي جاهزوها وإحنا بنقول هذا الكلام ما تأجلوش لأن مش معقولة إنت حتأجل ماتش حلعب بعديب خمس أيام عشان تزنقني إذا ربنا كرم الزمالك كما كان متوقعا إنه يلعب ماتش قبل الفاينل مزنوق وقالك لا ده رئيس الزمالك حيكتب تعهد وحنوقف عندي دي شوية طيب كتب تعهد أنا يعني ما نشضرب ودع ولا بداعي إن أنا فيلسوف إنما يعني أنا أقرأ ما بين السطور وارجع للثواب أقدر أوصل للنتائج قلت لك مش هيحسن والأيام بيننا ماتش الإنتاج ده لا هيتلعب دلوقتي ولا تبقى للجدول بتاع التعهد الله أعلم هتلعب ولا مش هتلعب خلاص وهو ما كان لحد النهاردة ما حدش رادي يقول لي إنت ما طبقتش التعهد اللي رئيس الزمالك قدمولك لإيه ما فيش هيقول لك مصلحة الزمالك وكان يوصل فينل يعني أكي إنه موما كانوا بيحلوا باستمرار على تبار إن الزمالك ما يوصلش فينل وإن الأهل ما يوصلش فينل وإن المنتخب ما يوصلش فينل حاجات كده يعني دايما في روعهم يمكن تتحلم النفسها رغم إن أنا مش موافق على هذه الخطوة تماما وبعتبرها هي بداية المشاكل الحقيقية في الأزمة اللي إحنا فيها لكن حتى النية إنك إنت بعد زمالك ما كسب ده كسب لقب وانتهينا يعني الناس كلها سعيدة وليه إيه مطشين كان يقدر يلعب مطشين غيرهم ياسيدي كان يقدر يلعب مطش وكان الآلي لعم مع المقاولين كان سيتبقى لك مباراة واحدة بين الآلي وزمالك كنت قدرت ساعتها توصل لصيغة مع المنتخب في هذا الأمر خرج اللعبة يوم يلعبوا المطش ده ويرجعوا له ما أظنش إن كان حيحصل مشكلة لكن أنت أولا ما حدش قال لك خالص إنه عنده نية لعب الزمالك والإنتاج والزمالك والإسمحيلين خالص النية دي لم تظهر وكان فيه وقت بدليل إن التراجي لعب 3 مطش وحلع مطش وحيسافر يجي أنت اللي على أرضك ما عملتش كلام ده كان عندك 11 يوم تقدر تعمل فيهم الكلام ده تلعب فيهم 3 مطش ياس إيدي ويتبقى لك مطش لو كانت عمل ده كنت تشعر إن فيه ناس بيتحاول تحل مشكلة لكن الناس حدفتها البعد بتاعه خلاط طب إزاي نادي فضل له 3 مطش وكل اللي عملته إن انت رستقت الفرق اللي حتنزل وخلاص عشان كل الفرق بقى إيه ما يبقى لاش مصالح وهنا عايز أتوقف عند الأندية اللي بتجمع توقعات النهار ده بتقولك الدوري مش فير إنت قبلت ليه إنت هو ليه ليه قبلت إنك تأجل مطش ما تأجلش مطشاتك وتلعب في ظروف غلط ليه قبلت إنك تلعب ما هو أنت كان ممكن ما تلعبش وعلى فكرة أنا قلت لك الهاجس اللي عندي إن الدوري قد لا يكتمل والحلول جاهزة في الدرج وفتكر الكلمتين دول برد